رغم التحذيرات الأمنية التي أطلقتها لجنة الأمنية في الحكومة المحلية في مجلس محافظة بغداد التي أشارت إلى وجود خروقات تستهدف المدنيين إلا أن هذه التحذيرات لم تلقى أذانا صاغية من قبل الجهات الأمنية وحذرنا قبل شهر في مجلس محافظة وكنت أنت ضيوف في المجلس حاضرين الجلسة تقرير قدمنا عن الكرادة تحديدا يعني عن بغداد بصورة عامة وعن الكرادة بصورة خاصة هناك مشاكل بالكرادة مدنية وجرائم ترتقي إلى مستوى أن تصير هناك إرهاب وقم بلما وقوتها تفجر في الوقت الذي يحتاج العدو أن يفجرها تقريرنا وصل إلى كل القيادات السياسية والإمن بما فيها القادة العام للقوات المسلعة ويشير مختصون في الشأن الأمنية إلى أن أغلب مناطق حزام بغداد عادت إليها تنظيمات داعش مشيرين إلى احتمالية تكرار مسلسل التفجيرات خلال الأيام المقبلة هناك إهمال واضح لعملية سور بغداد بالإضافة إلى مناطق مهمة الآن بدأت تخضع مرة أخرى لتنظيم داعش كعرب الجبور والمشاهدة التي هناك من يدافع عنها سياسيا ويمنع التحركات الأمنية ولهذا أنا لا أستبعد أن تكون هناك هجمات أخرى حتى في العيد ومن هذه المناطق ومن خلال الثغرات الأمنية والطرق النيسمية المحيطة ببغداد انطلاق كل هذه العمليات هو من حزام بغداد وعلى الرغم من وجود تحذيرات مسبقة في وجود مثل هكذا هجمات إرهابية تستهدف المدنيين العزل إلا أن تلك التحذيرات تصطدم بالفراغ الأمني وغياب الجهد الاستخباراتي المسؤولان عن حفظ أمن المواطنين من بغداد ضياحاتهم المدى